السلام عليكم هلو سهل جودة سهل هدوك تعرفيني بقى انا جايلك مخصوص هجايك بتوارع الحاجة معينة اه انا صراحة كنية طلب خاص شوية طب تشابه اللي اهودك ايه عريحة يا ايه كره اهو عريحة بسرعة الاستاذ بسرعة انا سمع ان انت بتجيب عنوع كلاب للطلب ها شوف حدودك عايز ايه وعيني طب انا عايز الابرادور بس انا ليه طلب صغية انه يديلي يوم يتولد من ام اهو يوم يتولد دي صعبة شوية انا ميقوله كده الحيوان لازم يبدل بكلف امه كم يوم لا اصلا هعمله كل اللي امه بتعملهله عايزه تلاقش اهو دولي يا استاذ اعليش يعني في حاجات معينة الام هي اللي لازم بتعني لحد الكلب ما احلو كده يعني ممكن اتسن عن امه ايه سلام انا عايز اكلمت والله يا عيني بس يعني بازم العامل ممكن كمان يتقهروا على بعض يا شوف سبحان الله يعني حيوانات برضو بتحسوا بتتقهر وتبتحسن على امها وجبه ما ليه يا استاذ طبعا لاحيان بيبقى اكتر من البن قدمين كمان طب ولما انت عارف كده يا جودة ترضى ان بنتك تعيش بعيدة عن امها اعيش زي اليتيمة وامها لسا عايشة هاي الحكاية كده بقى على ليك من برنامج ايه بقى مخبية الكاميرا وجاية تصورين عشان تش حتيف الناس عليها مش كده لا ولا برنامج ولا حاجة انا بس عارف ميادة وجاية توصل ما ليش اي مصلحة في الموضوع انا بس عايزك تسمعني ميادة محتاجة انها ترضى بابتلاقها من ربنا وما تكتبوش علينا احنا كمان طب ما هي ميادة راضية بابتلاقها على فكرة ايه نتبلت بين جزها وسندها كسرها ده بدل ما هي اللي تطلق دوت وطول خلوني بعيد وليد خليها بعيد عنك ده مرض عادي على فكرة وليها علاج مش وبقى براس ده بدل ما تحوتها انت وبنتك لحد ما التعب يعد محدش بيعد من المرض ده انا عديت منه وعديت بفترة قلاج مش سهلة خالص ووقفة قدامك النهاردة الكتاب لي عمري جديد عشان اهلي وعزوتي وقفوا جامعة سازة كل واحد حري فرط وعمره كما هو عايز لكن انا مش هسيب بنتي تايا بسبب امها ولا خليها تتعود عليها وهي ايامها في الدنيا معدودة ربنا ابتلا ميالة بالمرض ده هي لوحدها وربنا اقال ما تلموشنا وسوقه في الدهلوكة عايزة تجرجرنا معها ليه كان نفسها قدمي لكن للأسف طلبت مش عندي عايزة